بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ الحصة لهذا اليوم إن شاء الله بتصحيح تمارين على الصفحة 68 ثم نمر إلى تصحيح تمارين على الصفحة 71 الآن تأخذون معي الصفحة 68 خامساً أوظف تعلماتي أذكر بعض الأسباب التي تجعل المجتمع ضعيفاً من بعض الأسباب التي تجعل المجتمع ضعيف هو عدم الاستجابة والإصرار على مخالفة نصائح العارفين في كل ميدان الآن نصل بخط الإيمان بالرسل عليه السلام يرشد إلى الخير الإيمان بالرسل عليهم السلام يرضي الله تعالى الإيمان بالرسل عليهم السلام أمر واجب الإيمان بالرسل عليهم السلام يهذب النفس سادسا أقوم تعلماتي طلب سيدنا نوح عليه السلام من الله تعالى الرحمة والمغفرة لنفسه ولأتباعه المؤمنين الآية التي تدل على ذلك هي الآية 30 قال تعالى ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارى الآن أخذ الصفحة 71 خامسا أوظف مكتسباتي ما أنصح به زملائي والاجتهاد في العمل ثم تعميق الثقة بالنفس ثم التفاؤل سادسا أقوم وأدعم مكتسباتي من نتائج التفاؤل أنه يحفز على الاجتهاد في العمل وعلى النشاط ومن عواقب اليأس أنه يجلب الفشل ويفقد الأمل الآن نمر إلى الصفحة 74 ودرس جديد في مكوين العقيدة تزكية عنوان درس الله الرحمن الغفار التواب أهداف تعلمي أوظف مكتسباتي وأرسخ إيماني بأسماء الله الحسنى إذن سنتعرف إن شاء الله على أسماء الله الحسنى الرحمن الغفار التواب يثبت المؤمن لله تعالى الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه منها الرحمن الرحيم الغفار التواب قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة من قبل أن يقوم رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم ماذا نستفيد من أسماء الله الحسنى أولا بسم الله الرحمن الرحمن يعني أن رحمته وسعت كل شيء فهو يرحم جميع مخلوقاته الغفار يعني أنه يغفر للمستغفرين كل ما توجهوا إليه الرحيم يعني أنه يرحم عباده المؤمنين فهي رحمة خاصة التواب أنه يوفق عباده للتوبة ويقبل توبتهم ويمحو ذنوبهم الآن سنجيب في النشاط واحد بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في مجلسه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في مجلسه برب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم سؤال موالي أذكر بعد أسماء الملائكة والمهام الموكلة أو الموكولة إليهم من الملائكة هناك جبريل وهو المكلف بالوحي وميكائيل هو الملك المكلف بالمطر وإسرافيل هو الملك النافخ في الصور والسابحات الملائكة المسرعين لتنفيذ أوامر الله والمدبرات الملائكة الذين ينزلون بتدبير المأمور به الآن ما حق الملائكة علينا؟ حق الملائكة علينا أن نؤمن بوجودهم ثانياً سؤال الموالي ماذا أعد الله لعباده تكريماً لهم يوماً قيامة؟ أعد الله سبحانه وتعالى لعباده تكريماً لهم يوم القيامة جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي أشر أذكر بعض الأعمال التي تنجي صاحبها من العذاب يوم القيامة من بعض الأعمال التي تنجي صاحبها من العذاب يوم القيامة الاستغفار والعفو عن الناس نشاط إثنان أكمل الجدول رحمته وسعت كل شيء هو الرحمن يقبل توبة عباده هو التواب يسر عباده ويغفر لهم هو الغفار سنمر الآن إلى الدرس الموالي وهو في مكون سيرة نبوية الاقتداء أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصره الأهداف أوظف مكتسباتي وأقوي إيماني برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعبر عن أحبه ونصرته أحب الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا حتى فضلوه على أنفسهم وأهليهم والناس أجمعين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك أحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإن دخلت الجنة خشيت أن لا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما السؤال المطروح لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وننصره أولا الحب يورث الاتباع فكما يقال المحب لمن يحب مطيع فإن نحن أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا سنتبع سنته وكيف سننصره سننصره باتباع ما جاء به نشاط واحد ماذا يجب عليك نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحبه وأن نتابعه وأن نقسدي به ما سبب إسلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه سبب إسلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هو حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سبب نزول الآيتين 68 و69 من سورة النساء سبب نزول الآيتين هو ما حصل مع الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف الذكر في أول الدرس كيف ساندت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم ساندت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانها به حين كفر به الناس وتصديقه حين كذبه الناس وإشراكه في مالها حين حرمه الناس النشاط اثنان أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجتنب ما نهى عنه فأصلي عليه دائما فأنصره فأقتدي بسنته الآن نشاط ثلاثة أكمل بتحديد الإسم المناسب من التي صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس؟ إنها السيدة أحسنتم سيدة خديجة من أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صبي؟ هو سيدنا علي كرم الله وجهه من وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بقي حيا بنصره؟ هو ورقة بنو نوفال من كني بالصديق؟ هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر أتمنى أنكم استفدتم من هذه الحصة وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر